توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 113 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 17 طن كما تم ضبط أكثر من 96 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 721 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و 163 قضية خبز غير مطابق للموصفات